طيب ساي ماجو بقى تصنيف ساي ماجو زي ما كنت بقولك هو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية بيستخدم مؤشرات مركبة complicated زي ما بيتقال تلات مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي المخرج الابتكاري التأثير على المجتمع وبيقاس التأثير على المجتمع بمدى ظهوره على الويب سايتس طيب مصر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد الجماعات المدرجة لعام عشرين تلاتة وعشرين طبيعي جدا يجي بعدين العراق ثم الجزائر بعد كده نيجيريا ثم المملكة العربية السعودية المغرب اسمه ايه ده أقول معي جنوب إفريقيا الأردن تونس بس أنا بقى أشوف انت رقم عندك تسعة واربعين جامعة العراق واحد واربعين الجزائر تسعة وتلاتين نيجيريا تمانية وتلاتين السعودية عندها ستة وتلاتين المغرب عندها ستة وعشرين وهكذا وصولا إلى دولة الكويت الشقيقة خمس جامعات وتم استبعاد بعض من الدول اللي تم ادرجها بأربع جامعات في أقل يعني أي دولة عندها أربع جامعات أو أقل ما تحطتش في المؤشر تعال انشوف عدد الجامعات المدرجة في هذا التصنيف مند صدور التسعة واربعين جامعة مصري أكتر من ثلاث أضعاف اللي كان مدرج قبل 2011